حالة استعجاد قتالي عال وحراك تعبوي تشهدها محافظة مأرب على عتبات حرب جديدة فميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات مستمرة وتبني أنساقا قتالية لها في الجبهات استغلالا للهدنة المزعومة ما يفسر نيتها لبدء جولة جديدة من الحرب ضد اليمنيين ومنذ أسابيع نفذت الميليشيا مناورة حية على مقربة من خطوط التماس في جبهة صرواح في وقت تستمر في شن الهجمات في مختلف الجبهات لمحاولة إحداث اختراق لكنها تبوء بالفشل نتيجة اليقظة الأمنية لقوات الجيش والمقاومة في المقابل تمضي وحدات القوات المسلحة التابعة الحكومة الشرعية في بناء الجاهزية القتالية بدءا من ميادين التدريب والتأهيل التي شهدت حراكا تعبويا عكس حالة الاستعداد القتالية في المناطق العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة فيما شهدت مأرب الأسبوع المنصر تخر الدفعات النوعية وتخصصية كدورة الصاعقة في اللواء 72 والمسير النوعي الذي نفذه آلاف المقاتلين التابعين للمنطقة العسكرية السابعة إضافة إلى تخرج عدد من الدورات التخصصية في المدفعية والقناصة وفرق نزع الألغام وسرايا المشاه حالة التأهب القصوى التي تشهدها جبهات مأرب جاءت نتيجة لمشروع السلام الفاشل الذي تقوده أطرافا دولية بهدف إنهاء الحرب والاقتتال فيما تلوح بوادر حرب شرسة في الأفق ويبدو أن صوت المدفعية هو الفيصل في حالة القضية اليمنية التي انحاز فيها المجتمع الدولي إلى الميليشيا من خلال إلزام الشرعية بتقديم تنازلات علّها تسهم في إيقاف الحرب ورغم تحقيق الميليشيا مكاسب كبيرة من تلك التنازلات إلا أنها لم ترضخ لمساعي تحقيق السلام لا تملك وزارة الدفاع خيارا سوى إعداد المقاتل وتدريبه التدريب النوعي بشكل يضمن أداء قتاليا عاليا في مختلف الظروف والتضاريس بينما يبقى إعداد العدة من سلاح وذخائر رهينا بدعم الشرعية والتحالف الذي ذهب للحوار مع الميليشيا واليمنيون في قلب معركة استعاذة الدولة اشتركوا في القناة